الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن 70% من مدارس الأونروا في غزة تعرضت للقصف منذ بداية الحرب وأشارت الأونروا عبر منصة إكس لأن بعض المدارس تم تدميرها بالكامل وتعرض عدد منها لأضرار شديدة وكانت الغالبية العظمى منها تؤوي عائلات نازحة وأشددت الأونروا على ضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارغ للقانون الإنساني الدولي على حد تعبيرها